اطلع وزير الدولة محافظة العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس على سير العمل في مستشفى الجمهورية التعليمي وتجهيزات مستشفى عدن مستمعاً من مدير مستشفى الجمهورية دكتور محمد السقافي لشرح حول سير العمل والخدمات المقدمة إضافة إلى الصعوبات والاحتياجات لتطوير آليات العمل لتقديم خدمات أفضل للمستشفى الذي يستقبل مرضى من مختلف المحافظات اليمنية ووجه لملس بتدليل كافة الصعوبات لإدارة المستشفى مشدداً بالوقت نفسه على الاهتمام بالمرضى وتقديم الخدمات الصحية اللازمة وإنهاء المعاناة التي يعيشها المواطنين أثناء حضورهم لتلقي العلاج كما زار لملس مستشفى عدن مطلعاً على إعادة إعمار المستشفى والجاهزية التي وصل إليها كما تفقد عدداً من الأقسام المزودة بمختلف أنواع الأجهزة الحديثة ووجه لملس بربط الكهرباء مباشرة للمستشفى مؤكداً أهمية استكمال الأعمال وترتيبات وكافة الاحتياجات الخاصة بالمستشفى هذا وثمن لملس دعم المملكة العربية السعودية لدعم المشاريع الخدمية معرباً عن جزيل شكره وامتنانه لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية التي تسعى إلى إعادة تأهيل وتجهيز المستشفى وفق أعلى المعايير الطبية ترجمة نانسي قنقر